اشتركوا في القناة النهاردة هنعمل مكارونا البشامل وهنعمل جلاج باللحمة المفرومة والحلوة عندي قطايف طبعا عشان فانوس صبعا خير يا دودو عمنا ايه اهلا بيك ازاي الاول انا عايزة عايزة كل المصريين في الحادث المرعب اللي حصل وان شاء الله بإذن الله تجي غضا بعدك وان شاء الله بإذن الله ربنا هيعوضنا خير وكمجالنا بإذن الله هنعمل النهاردة مكارونا بالبشامل المكونات لحمة مفرومة نصف كيلو بصلة او بصلتين سمنة او زيت توسح سنة يبقى زبدة ملح وفلفل وعندك بيضة للايه على الوش للتزويق الوش البشامل اللي بقى هو معمول جاهز بس انا هقول لكم طريقته السهلة اللي انا بحب اعملها من غير بقى كلسترول وسمنة كتير وكده انا بروح جايبها الدقيق نصف كباية دقيق وكباية لبن او كبايتين لبن وتحطهم على بعض في الخلط تضربهم على بعض وتحط سنية فيها شوية زيت وتنزل اللبن والدقيق عليها على طول وتروح مقلب هيطلع معاك بشامل خفيف جدا وصحي جدا احسن مدى انك بقى زمان كانوا بيجيبوا الدقيق والسمنة وده انهم ايه يقلبوا على النار فده مش صحي فاحنا هنعمل بشامل يعتبر نايف نايف زيان بيقوله يعني يا رب بسطر يا رب ما تخافش يا فانوس الاكل مش هيتحرق يا رب بسطر اللهاردة يا ربنا يسطر في سؤال للحلقة انا كاتبعه على الشاشة عايزة اعرف ايه هي الصورة اللي بتبدأ بالبسمالتين يا ريت تتجاوبوا معايا وتتوصلوا معايا يا نودو انت لسيتي بس السؤال الحلقة اللي فاتت لنا ناس تفتكر سؤال الحلقة اللي فاتت محدش عارف في جو وكان كانت الاجابة لقاء مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ده البرنامج اللي كان بيجي قبل صلاة المغرب في رمضان عشان مش تفتكروش بس اللي احنا ناسين الموضوع احنا قلنا سؤال الحلقة وفي كتير ناس اتصلوا وقالوا اجابة لكن اجابات كلها كانت خاطئة هنحط المكارونة تتسلق ايوة ركز يا فانوس ركز هديني اهو نركز معاك واحدة واحدة انا معاك اللي هرده بقى نشوف مش هتططرين اللي هرده بنورة فين بنورة يا بنورة مش سايب البضة ازايك يا بنورة عاملة ايه اخبارك ايه انت عاملة ايه الحمد لله كويسة انا مجاح ازايك بالزبط طب يا ريت بقى النهارة تعودي معايا عشان تفهمي انا بعمل ايه هتعلميك اه هعلمك عشان هنعمل جلش كمان باللحمة المفرومة هنجهزه المضروب على قلبه فانوس بيزليني وبيعيرني وبيتريع على اكل كل يوم ليه بقى كده مش عاجبه اكل خالص ازاي يعني كل بعمله وحعملت له كوسة باللحمة مم وبطاطس ومش عاجبه خالص حاجة ماني في الاخر دخل جوه وراح قاعد يضربني بالبطاطس يقول لي ده جزيك انا تضرب بالبطاطس يا دودو لا طبعا انا تضرب بالبطاطس عيب كده يا فانوس احترم بالنورة يا فانوس تيجي لك بطاطس يا دي معلش هنعمل صنية الجلش دلوقتي هندهن الصنية زبدة ونروح جايبين راق اوراقين من الجلش ونروح حطينهم زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده وايه كل راق بتحطه بتحط زبدة على الوش يا زبداتي عندك مقادير الماكارونة بشاملة على الشاشة ايوه قدمكو انا شايف راقين مش راق واحد ما هو راقين او تلاتة او راق مش قلت راق واحد بس انا قلت راق او راقين مش اخلت كده هتزوديها خالص النهاردة فانوس اسكت بقى فانوس يا فانوس ايه دا والله انت كمان مش عملت لي فرح ان انت عايز نفسك في قطايف انا عامل لك قطايف النهاردة وجاي النهاردة مش فرحان يا نانا المارفة عاملتك فروض الصلاة وعادت تعيب علي انا النهاردة عاملة قطايف افرح بقى هشوف هرقصتك عارف هرقصتك راسك انا بقبط في الحلو وكل البصيب بيحبوا الحلوة قوي والتصغير اه ما انا عارف احنا دلوقتي بنعمل الجلاش طبعا واحنا بنعمل الجلاش هنعمل العصاج على النار عشان الوقت هنحط ايه شوية سمنة طب ايوة او زيت او زيت والبصلة والبصلة كبيرة كبيرة قوي اه قوي 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 قدي كده البوتجاز ضعيف عايز يزيد شوية البوتجاز حط اللحمة على طول عليها دي لحمة ايه دي لحمة مفرومة يا فانوس لحمة مفرومة ايوة انا بحفظ عشان اعلم المليلة ملورة دي تعمل لي حاجة عادلة انا عايزة حد ييجي شوف البوتجاز ده مش عارفة في ايه حاجة شوف انا طيب تعليف نبس لا يصل لطلسة مش عارف مش عارف مش عارف دعوة بالحاجات دي يا جباعة يا اللي بعادة بيعلى فجأة حد نشو دولة البوتجاز فجأة اكلتي هتضوز دلوقتي قدامكم على الشاشة مقادير الجلاش باللحمة المفرومة نص كيلو جلاش نص كيلو لحمة مفرومة بصلة كبيرة ملح فلفل زبدة بيض كوب لبن احب حاجة لبن ايوة بالزبط كده احب حاجة لبن ياولاد يختبوا باللبن شوية ده وقتوكو ده عايزة حد يحل السؤال ايه هي الصورة اللي بتبدأ بالبسمتين هنبلم بالأولها اه انا بغششتو لا يا فنوس لا كده ممنوع انا بغششتو انا بغشش حرام يا فنوس احنا في رمضان وكده غلط الناس صايفة بتسهلوهم الموضوعية لا يا بابا كده غلط لا يعني بلاشنا النمى لا طيب بس اللي هيحلها البرجة اللي هسقف له صحة انا عايزة عارف بقى الناس اللي هم الارهابيين دول منهم لله اللي بيقتلوا ناس غدر دول ايه دول اكيد مش مصريين ولا مسلمين اللي يقبل كده يبقى انسان وحش ما يستحقش الجلسية المصرية ازيان واستحق الاعدام ازيان يجبوه كده ويعجبوه قدام الناس كلها ايوة ايوة ماشي ما هي كده اه ده فيه طيب ماشي انت عارفة يا دودو يعني ايه الناس تكبر وتتعلم وشباب زي الفن ويروح الوطن ينضيهم ويلبوا اللي ده ويروحوا ويخشوا الجيش ماشي ايوة في كل الاديان والنهار ده اسمع الحلقة يا فنسك تكون معايا ساعة اربعة اه هي تبقى حلقة خاصة عن الارهاب اساسا يعني بس انا بتضيع قوي من اللي حصل بتضيع بتضيع قوي الشباب اللي زي الفل دولك خراب ليه ليه كده بسم الله فيه اية كرآنية بتقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبانا الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون دول ماتوا في سبيل الله في سبيل الوطن في سبيل الواجر صح صح في الجنة ولعبها يا رب انا بضع لهم وبعضي كل ام مصرية رحم الله شهيد في الجنة شباب زي الورد شباب زي الورد يا دودو ربنا يرحمهم وربنا يلطق من اخواننا البوعدة الالهابيين دول شباب عنده خمستاشر سنة وستاشر سنة وسبعتاشر دول ضحايا برضو ضحايا فكر خاطئ ضحايا الغد ايوة الغدر والخيار ضحايا فكر خاطئ مش فاهمين دنهم ولا فاهمين اي حاجة دول ربنا قال عليهم ايه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صناعا دول ربنا قال عليهم كده في الكرآن واحنا هنوضح كل الكلام ده في الحلقة الساعة اربعة يا ريت استنوني النهارده على قناة الصحة وجمال الساعة اربعة يا دودو لعندي حل صريع للوضوع ده اتفضل يا فانت الارهاب ده هيخلص ابتها لو احنا عبرنا صينا لو انفتحنا مدارس ومستشفيات الارهاب بص بص الارهاب موجود في كل دول العالم في كل دول العالم بس احنا الخير لما يعمل في احنا فهم كده كده موجودين موجودين بس احنا عنا نحاول نحكم الموضوع شوية الى حد ما هم بيبقوا غدر يعني حتى ايه ده سبحان الله ده احنا في شهر رمضان يعني الشهر ده ربنا حرم فيه الكتال اساسا يعني طب اللي عايز اقولك على حاجة صغيرة مش عارف اقولهم ايه فكرة فيلم الارهابي هم بيستغلوا الفرصة طب فكرة فيلم الارهابي بتاع الاستاذ عادل اباب اه تخيل لما دخل اسرة بصرية جديدة حصلوا ايه عمل ايه حصلوا ايه اه فهم بقى الفكر وعرف وربنا نور طريقه للصح هو ده اللي انا بقوله ايه هو ده اللي انا بقوله اللي هي دول المصريين الناس دي مغيبة مش مش فهمين هم بيقبلوا ايه لو هم فهمين مش يقبلوا كده هم مغيبين فعلا هم بيحسوا دمخهم لكن لما بي انا نفسي في الحلقة بتاعتي برنامج امرأة من كوكب اخر يكون معايا مجموعة ارهابيين كده اعود معاهم وعد اتكلم معاهم انا اتمنى كده لا انا مش هاد بحد لان القتل حرام عادلهم ماليش دعوة بيهم انا عايزة اوصل لهم الفكر الفكر بس لان فكرهم خلاص هم يعني والله برضو صعبانين علي لا ما اصعبش عليكم هو كان واحد مات من افعالهم من وحشة السودة دي ما افعالهم سودة بس هم افعالهم سودة والدول اللي بترعاهم واتبولهم المشكلة ان الارهابيين عملوا مشكلة تانية خلوا الناس الملحدين يقولك ان الدين الاسلامي ده دين القتل والحد يعني هما اساسا هما الاتنين ضحايا الملحدين والارهابيين الاتنين مش فاهمين حاجة ومشيين وخلاص بص ربنا كبير اه طبعا يا فانوس بيداخد حق انا الحد لله وبنجيب حق الشهدة وبنخلص عليهم باول بور لكن برضو عايزين الوعي يزيد الوعي يزيد عن السباب حتى خطأ رئيس السيسيا فانوس عمل قال لازم نغير الخطاب الديني فهم بدأوا يغيروا الخطاب الديني وبعد كده ايه الجوامعة بدأت قفلت بقى بعديها شوية الجوامعة قفلت عشان كورونا عشان قزمة كورونا بس احنا لازم نقبل وعي بس احنا لازم عندنا وعي في الاعلام وعي في كل حاجة في السوشيال ميديا لازم نفهم الناس دي او مش عارف الناس دي اصلا بتهالي ولا بتفتح سوشيال ميديا اكيد بتشوف طبعا فاحنا لازم من خلال البرنامج كده لوعي الناس اللي انتوا ما تجروش ولا اي اخبار ولا اي اغراءات وحشة المشكلة يا فانوس خاتوا على بلدكم الشباب اللي هما بيجرو ورهابيين بياخدوا فلوس دول اصلا ما لهمش اهل اهلهم سايبينهم مش يعني ضحايا اهليهم ضعفة ضعفة اه اللي اهلو سبيه اه يعني عندهم مشاكل نفسية وعندهم مشاكل فهم مش فاهمين حاجة فالشيطان مسيطر على فكرهم ومسيطر على ايه دمخهم بس هقولك على حاجة في كمان شباب زي الورد شفت المسلسل بتاع اللي لازم الفترة دي في التلفزيون مسلسل ايه اللي هو الاسم الاختيار اه ده جميل المسلسل اختيار ده ده بيلور عقول الناس وفعلا بيصور الحياة طبيعية دي قصة حقيقية اه قصة حقيقية والمسلسلات تبقى قصة حقيقية دي بتشد الجمهور بتبقى طبيعية اه بالزبط كده مسلسل قوي جدا يعني لأ من استفاد بتشوف الناس بتروح تعمل ايه وبيضحوا بحياتهم عشان خاطر بلده بقى دي ايه وبيصبروا اه بيبقى الواحد صايف ولاده اهله بص احنا العصاج كده استوى العصاج هنجيبه بقى ايه هنحطه على الرؤى على الجلاش الجلاش يستنى بقى لغبطني لغبطني انا بقى اشوف بص اشوف انا فانوس هسعك ابعد 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 يا فانوس بص انت عملت ايه مش تقولي لي انت بتعملي ايه دو الوقت ايه بص يا فانوس بص يا فهمك انا ما عمل ايه هقولك بص الاكل اتحرق يا فانوس بص مريني يا فانوس اوع يوه فينك يا بنورة يا حبيبتي انت رحت فين يا فانوس اطلعي من المطبخ شوية طلعي يا بنورة تعال انت العقلة الهدية العقلة الاكل بس بسبب فانوس. ينفع الكلام ده. يفتع. في كل حتة في البيت كسفتني وفي البرنامج كسفتني. منك لله. اعمل فيك ايه? ولا قهوة بتنزل ولا حتة بتروح لزاق اللي كده قاعد تاكله بس. استني يا بنورة بس استني. تعالي اتفرجي. اتفرجي يا حبيبتي على الجلج. بص يا ماما. بنحط راق. ورق على بعض. طبعا 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 يا حبيبتي. احنا ضد الرجال يا حبيبتي. هيطلقني على اخر رمضان يا دودو. لا لا ما يطلقك. ما بش ولا اكل علا بطلح يا دودو بش اخب عليك. حبيبتي ليه كلي. طب يا حبيبتي ما تقفي معي في المطلق وتعلمي. كل يوم اروح لجارة بتعلمي ده اكل بص ده اكل برنامج من كوكب اخر. كسفني منه لله. بلك للايه فانوس. بل اكل الكوكب الاخر يا حبيبتي. مرسي يا دودو. مشي? ما يخليك لي يا رب. بلك للايه فانوس. بلك للايه فانوس كده. كسفني دايما. كسفني بكل حتة. اسيب لك البيت واروح فيه بس. خلاص بيت خناء في رمضان خلاص خلاص. اجيب شنطة هدومة اجيلك يا دودو. اجيلك. تعالي حبيبتي اتنوريني في البيت يا الله. اتنوريني تعودي مع الولاد. اروح اجيب شنطة هدومة. ويا ريت تذكر لهم كمان لان انا مش فضي هعملك كل حاجة ده انا شطورة. بقى وتتبخي بقى وتمسحي. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. خلاص. بقولك ايه? عايز سألك على حاجة حلوة. اتفضل. بمساعد ببتنانيك بدأ وانا شايف حاجة كده امطة ولا ايه? انت هتطفق دماجك المنورة دي. صراحة اللي انا عامله ده افضل انا جالي صدع من الحادثة بتاعت بالليل دي. حتى الحلقة بتاعت النهاردة بتاعت صار باكت عالمواهب لغتها وخليتها عن الارهاب. بسبب الحادثة بتاعت بالليل دي. او هتكون اللي تتضرب في قلبه فانوس سرق هالك ولا اخد هالك من حتة هنا والدهالك ولا حاجة. ما فانوس الملقاني عندي اصداع رح واخد لي وماشهد اللي فوق وقال لي حطيه على رأسك. ينهرك اسود ومنعي. انت بتنديه على المطاق. ايه? في ايه? عجبك كده يا ستي دودو. انا عايز اقول لك حاجة يا فانوس. فده حطيدي. جبتلك اني الله هاد. تكتبحين الفضاحة دي مع الولية. انا بكتنب بحص اني يا فانوس. ايه ما بأخذ ده? مش قلتي حاجة والله. اعبري ان انا بهدي النفوس. كده هددت النفوس? اه. ربي لا سبحك ولا صايم. انا هددلك النفوس كلها ده الوقت. ايه ده يا فانوس ايه ده استنى. ايه ده يا فانوس. بصي مش شك. ايه ده يا فانوس الحاجة حرقت مش معقول ده مش هينفي عامل مطبخ دالية تاني بعد كده هجيب شيف كلهم قالوا لي لدي تجيبي شيف يطبخ انا بعد كده انت مش قلت ده اكل يدهار ده انا قلت اعمل امرأة من كوكب اخر بتعمل كل حاجة يعني امرأة من كوكب اخر دي اي حاجة ممكن تعملها عاجي. وفي الاخر تطلق ايضي? انت عارف يا فانوس انا ضد مقولة صاحب بلين كداب. ليه بقى? لان ربنا خلق الانسان يقدر يعمل كل حاجة بس يركز بس شوية. لكن القناعات القديمة بتاعتنا اللي هي صاحب بلين كداب والحاجات دي. انا طبعا ضدها كمدربة تنمية بشرية وزاتية ضد كل الكلام ده. ربنا خلق الانسان لقوة خارقة. بس انت ركز في اللي انت بتعمله وتقدر تعمل كل حاجة. زي انا كده بالزبط قوة خارقة. انت عارف كنتاكي بدأ بدأ مشروعه امتى? هو عنده كم سنة? وعده كم سال قد اكيد. عارف? كان عنده سبعين سنة. بدأ المشروع سلسلة مطاعم كنتاكي على مستوى العالم من واحد بدأ عنده سبعين سنة. سبعين سنة? مش شاب ولا صغير ولا سني كبر ولا سني ما فيش الكلام ده. لان دي اسمها اصنام العقل. فهمتوا? ده يعني بدأ بعد المعاش? معاش ايه? بقولك سبعين. بعد المعاش بعشر سنين يابع. وسبعين ده كان بيفكر? كان بيفكر زينا كده? شفت بقى? وعمل اشهر مطاعم. يا رب بتعمل زي يا فنوس. كان بتقولي على ستين سنة كل ده عشان خلطة هو اكتشفها او اخترحها. بس انا حاس ان انا ممكن اكتشف حاجة اللي هرده من طبيقية ده. هتكتشف ايه فنوس? بص بقى هقول لك بقى السنة السنة. احنا هنجيب السكينة احنا هنجيب السكينة انا بقى لما اقطع الجلاش هقطع. ابعد. ابعد. هديني بعيد اهو. هنقطع هنروح جايبين كبات لبن. ايوة. وفيهم بيضة واحدة بس. بيضة واحدة? عشان الوش بقى. هيطلع الوش جميع. بيضة من غير كتاكيت? كتاكيت ايه? البيضة. يا ابني بيضة بيضة طلعت خلاص من غير كتاكيت? لا مفهوش. يا جماعة حد يجي يشيل فنوس. عصي فيه كتاكيت بقولي فيه كتاكيت. لا ده فنوس انت شارب حاجة النهاردة ولا ايه? انا جعل. اهدى يا فنوس. طيب. اهدى. ماشي. فالنهاردة مش طبيعي خالص. خالص. ايه سبب طلائهم? ايه سبب. طلائقات? هي العسمة في ايديها ولا ايه? قالوا لي يا تربيد بره البين فراجعان وصيب. الحضر اللي هنروح اعط فيه طيب. يعني هنروح اعط فيه. والله يخليك كويس معيها وعملها كويس. استنى بقى البيضة بص هنحط البيضة على اللبن اهو. شايف? ركز معي. ماشي. ماشي. بقى كده نقلبها. نقلبها. معلقة تانية. نقلب البيضة واللبن. مركز معي. شبه البورنيتة بتاع في البعلقة. اه شبه البورنيتة اه. بص بقى احنا هنحط الرؤق كده اللي جلاش قصدي في الفرن. اه. وهنطلعه بعد بالزبط تلات اربع دقايق. الملوش يحمر شوية ونروح حاطين ايه? اللبن والايه? والبيضة. هباشوف البيض ده اشي هريحت حبا في ده. تعالى بقى هنعمل مكروة بشامل يلا. هنعمل المكرونا بالبشامل. اه. هنجيب شوية سامنة برضو هندهن السنية كده. بص يا فانوس ركز معي. عشان تقول لي بنورة تعمل لك اكل حلو. هي روحت فين بنورة? طفشت. اه يا الظهر مش عايزة تقعد جنبك. هديت اللي فصه والله في البلدلة بتاعتك دي. سننا يا فانوس بص 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 بص. اجي المكرونا هي استاوت هي خلاص. مركز. جميلة. هنروح حطنا على طول كده في الصينية. الله الله. ايه رأيك. ايه رأيك. ايه كده افتح نفسي كده افتح نفسي للاكل كده. بص بقى. برابي يا دودو. برابي يا دودو. بنا نفترك دلوقتي ان شاء الله. ايه كده. ايه كده. وتحط اللحمة المفروم. مطلعش على الاصر العلي بعد الاكلة دي. مات ماتخافش يا فانوس. هنحط اللحمة المفرومة. ونحط اللحمة المفرومة. على فكرة في ناس بقى بيروح حطين اللحمة المفرومة. ايوة. بالمكارونة على طول كده. على طول على طول على طول. اه. وبعدين. خلي بالك ان الملح والفلفل. خلي بالك بالدودو. دودو. هتولى علينا في الملح. خلي بالك بالدودو. ما عرف الدلسيتة حط ملح وفلفل على الله. يا غربي يا غربي يا غربي. مش هطلو ده هاني. لا ده انا بحط اهو يا. انا هروح لحباتي. انا هروح لحباتي. ما مفعش الكلام ده. استنى بس استنى بص بص. طب عمليني حتى الصيد اخد هلها باقي انا باشي. هنحط بقى باقي المكارونة. ما تخدش عليها. هتاكل صوابعك ورا الصينية دي. صوابع ولا رجلي. ده لها قعد عد. استنى. بص بقى. ايوة. بعد كده هنعمل ايه? ركز معي. البشاميل بقى. الله. البشاميل البشاميل. بص البشاميل. بص البشاميل بقى. ايوة. مدخلينه كده. ايوة. بالمنزر دعا المكارونة. برابو. شايف المنزر. ايوة. 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 وبعلقة الحبرة دي الجميلة. بس بالبيض كده. منروحوا جايبينه. اه. وحطينه كله. الصفرة والله نهد. حسنا بس ركز ركز. البيضة الم Riski. البيضة. البيضة البلدي. البيضة البلدي 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 البلدي. البلدي يوكل. البيضة البلدي. البلده البلدي%. شايف? ايوة. مش قلت انا هقول شوي تنا النقدة. With the angles. نقدة ايه. وفي نقطة اكتر والنحلة فيها دلوقتي. الاكلة دي اكبل نقطة بحياتي. لا يا فانوس. عيب يا فروس. احترم دفتك يا فرس. الاكلة دي. لا يا فانوس دي اكلة روعة. روعة خلطة بيتها بالسلسة. لا والله دي اكلة جميلة. بيت بالبستربة. ايه? بيت بالبستربة. سنة بس. ونطب القشطة. جيبها يا شابيني. هنجيبها ايه? تنجيب بيتها ايه? نحطها على الوش. حيوة. عشان يعني ايه? الوش يتحمل. ممكن تجيبه جب ناروم تبشروها وتبطوها على وش المكارونا. عشان للم الفران حوالي ايه? اه عادي. بتديها طعم حلوة. ولو عد بقى مع الفران بقى نفطل مع الفران اللي هارضة. بص بس ايه فينوص. اهو. اهو. نجيب ايه تاني? في حاجة تاني? ممكن تجيب بقى شوية سامنة على الوش كمان. تدي ايه? طعم جميل. سامنة سايحة او زيت. هنحط المكارونا في الفرن. حط المكارونا في الفرن. انا اللي نفسي احطي ملورة في الفرن. الجلاش. احط ملورة تسمر للي شوية كده. ايه? احط ملورة في الفرن شوية. الجلاش. بص الجلاش. احمر شوية اهو. اه. هنروح جايبين بقى حاطين ايه? ايه? اللبن. للبيت كده. شايف? ايوة اللبن بتاع الاطفال الجابين ده. ايوة بالزبط كده. انا احب اللبن قوي. ام. عايز الاطفال بتططلش. انا افروض تشكرني النهاردة. اشكرك على اللقطة دي? بتقرفني ليه? على اللقطة دي? شوف القطايف طب انا بقى مش هديك قطايف النهاردة يا خانون. خلاص. انا هاخد القطايف. مش هديك قطايف. انا غلطان. اقول حاجة لغضب اسمي. القنافة القطايف والنشابل والرؤاق. انت مش قلت هتفكرين اللهاردة? بصوا بقى القطايف بقى يا جماعة عشان ايه? الوقت. الحلوة 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 الحلوة. هنجيب زيت عشان نقلي القطايف. طبعا القطايف سهلة قوي. ما فيهاش حاجة اساسا يعني. احنا بنجيبها. اه. فيه قطايف. بتكون ما تكون طازة يعني من الفرن بتتقفل معاك على طول. اه. وتحشيها اه مكسرات هتقفل معاك على طولك. فيه قطايف ما بتقفلش. نعمل فيها ايه? القطايف اللي ما بتقفل للي ما تكون بيتة مسلا. دي ممكن تعملها زي ميني بيتزا. بتروح حاطتها في آآ سينية. وتحط عليها حاجات البيتزا مكونات البيتزا ودخلها الفرن. بدل ما ترميها. طي قولي يا ضدوا المقسرات دي ايه بقى? عشان انا بحب المقسرات في الوقت الحاضر ايسا عديد فيه ده هارينا مقسرات. جابلنا حاجة جديدة يعني في المقسرات ولا ايه في المقسرات? المقسرات بقى اللي انت عايزه. بندق لوز سوداني. بالسوداني بتبقى تعمها احلى على فكرة. سوداني اه. جوز هند. خليل غالبة تاكل. خليل غالبة تاكل. السوداني ده هم كل حياتهم سوداني. ما هو طعمه بيبقى احلى من البندق واللوز على فكرة. شفتوا شفتوا يا غالبة. انا ايه بني بس. على ضد الكاس واكو السوداني في القطايف. وهناعمل السيرب بتاع القطايف. عبارة عن ايه بقى سيرب القطايف? ايه بقى? كباية سكر كباية مية. وعصير اللمون. بس. ده السيرب خفيف. لو انت عايز تقاله هيبقى كبايتين سكر وكباية مية. حسب اللي انت عايزه حسب الرغبة امه. تهم? انacional ده carrots. فهمت? امنال بيفرقى ده وبيطيقطع. طب يا ما فيش حد عايز يحلالالصورة اللي فيها بسمالتين? نامنيمو نامنيمو نامنيمو. ما فيش حد عايز يحلاللسؤال ده? نامنيمو نامنيمو نامنيمو. نحلله احنا? لأ. 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 انت عارف يا فنوس اتعارف ان الصورة دي انت عارف ان الصورة دي ربنا ذكر فيها ان القتل اصلا القتل حتى لو قتلت حشرة حرام. اه طبعا حرام. الحشرة الحشرة حرام قتلها. يعني شفت جيش سليمان ما جاي قتل النملة فاكر. اه فاكر طبعا. وربنا قال ايه عليهم? ازاي تقتله قوم كانوا بيعبدوا ربنا وبيسبحوا ربنا. عشان كده احنا اقول له السؤال ده اللي هارضة عشان خاطر الارهاب والقتل والكلام ده كله. يعني انا بنساعلها لكم قوي. يعني احنا لو. يعني انا مش فاهمة الناس دي. ما هو الشيطان موجود على الارض في عادي يعني. فتتوقع اي شيء. فيه جزء خير وجزء الشر. ما هو بص هقولك اللي حصل والازمة اللي حصلت في سبب كورونا والوباء اللي جيدة ليه? عشان حصل ربنا بيعدي للارض تاني. يعني من ميزان. الشر كان هيدغى على الخير. فما الشر يزيد عن الخير لازم يجي وباء عشان يعدل الميزان تاني. لازم. ده قانون. قانون كوني. ايه? 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 احنا جينا من كوكب اخر ليه? معشان كنا. احنا جينا من كوكب اخر اوة. احنا تعبنا من كوكب. نصلح نصلح نصلح. تعبنا من كوكب الارض. نصلح. لازم نصلحه. نعمره. ايوة. نزغزغه. ونضلعه ونأكره والبقلزه. ايه طياتي ايه اللي بقى عايزة تاني? احنا عند صلح الكوكب ان شاء الله. بص بص بيش حاجة اسمها سلح كوكب خليبك كله في حاجة اسمها صلح انسان. لا. انت بتبلغ. احلى سبب. وربنا بيقول لك ايه? ما عليك الا البلاغ. فقط. كل واحد حر. اي انسان على وجه الارض حر. انت بتبلغه. يا ابني ربنا بيقول لك كزا. تعمل ما تعملش. انت حر ما ليش دعوة. ما ليش دعوة بيك. وامش واسيبه. لكن ما روحش بقى سيطر عليه واضربه. ولا الام اللي تضرب ابنها مسلا عشان ما بيصليش. او الاب اللي يضرب ابنه عشان ما بيصليش. ما اقدرش اطرب حد. انت بتبلغوا بالراحة. الوعي. بس. يلا بيضيه اصارة. هو الواحده هيصلي. اه. لكن السلام ما تيجي بالكره والضرب هيصلي مرة والتنين بعد كده مش هيصلي. وهيكره الصلاة اصلا. صح يا دول. فاللي بيحصل ده غلط. لكل الامهات وكل الابهار. لست عليهم بمسيطر. ده الكرآن يا جماعة. انا قلت السنة دي ما نيجي نقرايات الكرآن نتدبر فيها ونعرف احنا بنقرأ ايه. ما نقرايش كتاب كده ونختمه وخلاص. يبقى خليكم في كوكب اخر. خليكم في الكوكب بتاعنا. لا انا تسيقوا تعيشوا في الكوكب بتاعك. الكوكب بتاعك جميل قوي 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 ده اللي احنا نزل لكم منه. نزلين عشان نغير بالصالبيات بتاع الكوكب الارض. احنا نزلين كده. اه. مع نفسينا. خليكم معنا بس. واخر فنزه هنطلع مروح كوكبنا تاني. لا انا ليها هدف في الحياة هدف. ايش? هدف في الحياة اللي انا عايزة اغير بالكوكب الارض. اتصدق اتصدق يا فنوس انا نسيت اجيب الكابشة بتاعت المقصوصة. والاكلة المطبخ ده هيولى. نسيت كل حاجة بلا هتعملين ايه? في حاجة غريبة. ده انا بقالي اسبوع باستل الاكلة دي في فارغ الصبر. تقوليني الكابشة? فيدك يا كابشة. فيدك يا كابشة. اكتنى بس يا فنوس في حاجة نقصة فيها. انا اتسرقت يا فنوس. فيدك يا كابشة. انا اتسرقت. يا كابشة يا كبوشة. في حد سرقني على فكرة. يا كابشة يا كبوشة. ويكون بالكوكب الارض. بالكوكب بتاعب. طبع دلاشت الحاجات دي فوق. احنا هنقلب القطايف. الجيش بيقولك اتصرف. بص على فكرة انا بتصرف. انا بفكر خالد الصندوق بتصرف. مش عندي حتة اللي هو. لا لازم يكون معي المقصوصة. ولازم يكون معي ما عنديش الحتة دي خالص. عايز اقول لك حاجة. كل حاجة بعملها عاجة. شفت بقى فايدة الجيش المصري بتاعنا بيقولك لما يبقى فيه مصر زي كده يقولك ايه? الجيش بيقولك اتصرف. صح. انا بفكر زي الصعقة. اللي بتتعيشي بالمتاح. انت عارفت صعقة. اما يلاقوا في اماكن مش فيها اكل او كده ممكن لو لقوا تعبان ياكلوه. اه طبعا. ولولاو اي حاجة في الارض ياكلوها. ما يكون بقى في اماكن مفيش اكل خالص بقى وعادة يوبين من غير اكل. يعني هو انا مش في جيش دلوقتي. فانت اتصرف معي. انا مش من الجيش دلوقتي. انا مش كوكب اخر. ايه. وعملت اكليني اي حاجة ولا راضي وساكت وصابر وصايف. انا شوف اكلتها معاك ايه? هنحط اللمونة التانية نص اللمونة التانية على. لقيت اللمونة. لقيت اللمونة. ايوة. حب دلله. خلاص كده. بوقيتش في كوكب الارض. لا لسه. الحد لله. هنشيل الحاجات دي. كده السيرة بتاع. انا عايز الا. ايه? استنى بقى يا فانوس عشان انا كده بهدلت الدنيا. ده العد بتاعك يا دول. وده غريبة عليك على غريبة على التعميل الفائدة. حتى امرأة من كوكب اخر بازت. نه طبيعا. ده لازم. انا احنا هلزل للشفلة بتاحت في الارض دي. يعني الشفلة خالص. لانا انا راح ناكل اكلهم ولا لاش نشرب شربوهم. استنى يا فانوس. استنى يا فانوس. انا هقول لك اللي هيحصل دلوقتي. وتقول ايه لحاجات مغزية. وحاجات صحية. وحاجات مش عارف ايه. شفت القطيف تبقى لونها دهبي كده وهي بتحمل. دهبي. اه. اه. ده هتطلع خضرة. لأ ده كده جميل على فكرة. بص. ربنا يسطر. بالسوداني. طب دي دي بالسوداني. انا حطى بندق ولوز. اه. مشي. ما حطتش سوداني. بس لو حطيت سوداني هتو بقى اطعم. ايه? بتعمل الكوكب الارض مش كوكبك. انا يعدى اي حد ممكن يخش المسابقة دي. اي حد ممكن يشترك في المسابقة ويظهر معانا على الهوé. يكون عنده موهبة. ايه? يكون عنده موهبة. اه? يكون عنده موهبة. يكون عنده موهبة. فنية. ايه. اه. جينية اه. حافظة القرآن. اه. اه. ولو عنه موهبة فريدة طيب لو عنه اي موهبة تالية الجلال. اي موهبة اي موهبة. هي ماكتماعية اه? طب بالنسبة للسن? اي سن ولا صغلاتين? اي سن. اطفال كبار اي سن. طب ونقدر نتصل من دلوقتي. التواصل في المسابقة والاشتراك فيها التواصل على الارقام موجودة على الشاشة. يعني انا بك للتصل دلوقتي واسجل اسمي. او. عشان انا هخش في مصابقة الطبخ. هنفسك. والطبخ صحيح في مصابقة للطبخ كمان لجميع شفات مصر. يبقى انا اول واحدة اشترك فيها. اشتراك في المسابقة يتصل على الارقام الموجودة على الشاشة. طب انا اغضي. ايه? ارقص? ولا اضبخ? ولا اعمل ايه? اتفكر اعمل ايه? فانوس انا عايزة اعمل حاجة. انا عايزة دلوقتي اجيب بلاستر واعمل الحاجة على بقه. عشان انا تعبت من كتر الراغي تاعك النهاردة. بلاستر ايه? ده لعدي كل المواهد. ده انا متعدد المواهد. ده انا رقب واحد في الكوكب اخر. بغلي وبرقص وببثل وبضلخ وبعمل كل حاجة. انا عشان كده انا بجيبك. انا بجيبك في حلقاتي اللي يا فانوس. انا بجيبك في حلقاتي عشان انت جميل. الخضل الله. وبتسمع الكلام. انت عايزة لو بتسمعش الكلام انا وكدش هجيبك اصلا. وباكل اي اكل انت بتعمليه بقى. وكاكل اي اكل بعمل. خلطة بيتها بالسلسة. ايوة. انا بحب الناس اللي هي العاجة. كمان اكل حلو على فكرة. اكلة حلقة فانوس. ساطر يا رب. يا بساطة. يعني هو هو قره ويتخرق لكن لسه ما تحرقش. ما قضي الشاب بروحة الشياط كده غريبة طالعة من البطة. ايه? تفتكري كود شاط وبتتحكي عليها. لأ لسه ما شطش. لسه ما شطش يا فانوس استنى بس. لسه ما شطش. رب لا يسطر يا رب لا يسطر. انت هتعمل النهاردة. انا هاكل. اهو ده هاكل هاكل هاكل. لأ انت بتعمل اي يومك بيبقى عامل ازاي في رمضان. احكي لي كده. يومي عامل ازاي في رمضان. اه احكي لي كده. اه. اه. اتودى طبعا لصال الفجر. اه. ومعني كده قعد ارى في رؤان. ايوة. ومعني كده افتح التلفزيون. عارف احلى قرآن تقرأة ساعة صلاة الفجر. طبعا. بعد ما اصالي فجر الوقت ده. وقت قبل شروق الشمس ده اعلى وقت في الطاقة. عشان انا درسة طاقة فده اعلى وقت. حتى استجابة الدعاء بتبقى فيه قوية جدا. من الاوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء. ساعة صلاة الفجر. ده اجمل حاجة ساعة الفجرية دي جميلة. وعارف بقى سكون وهدوء. واخلى لحظة لما شوف النهار بيشأشأ قده في عينيك كده واليوم بيبطلي. ويبقى جميل. وتدعي يا رب الله لربنا حقالك امنيتك او يسهلك الامور في اليوم ده. ام. لو عدت شغلي. حاجة جميلة طبعا. اه فيه صفاء فيه ساعة فجرية دي ساعة مختلفة خالف 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 جميلة. اكيد يا فانوس اكيد طبعا. بعد كده بقى. اه بلبس بقى والزر شغلي كده واشوف حاني بقى. شوف حاني هعمل ايه طولي اليوم. انت بتشتغل يا فانوس. اه بشتغل انا ايه. انا حسن ان انت صايع. فاكراني عاطل بقى اقعد ولا ايه. بس انت عاطل وصايع. لا عاطل وصايع ايه ده لو انت تلوات خلصة لصة ومية بيت. انا باشتغل كل الشغلالات. باكل وبطبخ وبلعب وكل حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة. لا والله. اه والله. طيب ربنا يوفقك. ولا عايزان اقعد في البيت ولا ايه? بقى مش عايزان اقعد في البيت. بقى ايه اللي كنت بقول لي لسا اقعدوا في البيت بس طبعا الناس اللي تشتغل بشغلها. الناس النهاردة ظاهر صايمة مين? لا هيفكروا هيحلوا بس هما دلوقتي ممكن يحلوه بعد الفتر. تفتكر بممكن يحلوه امتا? وبعدين ايه? على راية بحبة صبح. على راية بحبة الصبح. على راية بحبة الصبح اللي بقات. على دوب اسبوع. يعني ممكن يحلو بكرة. اه. او بعد بكرة. او بعد بعده. عادي. لكنك انا كنا بستليين الحلقة الجاية بعد اسبوع. ايه? لأ الحلقة الجاية الساعة اربعة النهاردة يا فانوس. لا اتبتكلم على مات بغداليا? انا بتكلمي عالسؤال اللي انتو قلت دلوقتي. اه ماشي. هنأعرضو. هنأعرضو برضو عالحلقة. الحلقة الجاية. ايوة. بلا. عايزي اتقولهولي دلوقتي يا جاوبك الساعة اربعة. طب ازاي بقى دي تيجي. ولا عشان صايم بقى تتحكي عليها وخلاص وتقول ليني كده. هحط برضو الساعة بقى على فكرة السؤال ده. لو محدش يجاوبوا دلوقتي. برضو نفس السؤال. هم هم مش رضييني يجاوبوا يا فانوس. مين قال كده بس? هم متفكروا بس ديهم فرصة يفكروا. خليهم يفكروا شوية. هو سؤال على فكرة مش صعب يعني ده سهل. ماشي. الناس متفكر ديهم مساحة يفكروا شوية. خلاص يا فانوس برحت. ويمكن الناس علانة على حصل المالح ومتأثرة. اه اه ممكن فعلا. بيصلوا دلوقتي وبيضعوا للشهداء. بيدعوا للشهداء. الحاجة ما استويتش ايه? ممكن ده بس الناس بتصلي وطرق. ماشي عارف يا فانوس احنا هنلاقيها من كورونا ولا هنلاقيها من الارهابيين. كوكب بوزعج كوكب بوزعج خالف خالف. فعلا. كوكب موزعج. ماشي عارف ايه ده? اكل وخداءات. احنا نزلنا من كوكب الاخر بعد كورونا على فكرة. اه نزلنا بعد كورونا. واحدة عندنا هلاك كورونا. ولا عندنا كورونا ولا مكارونا ولا تولة ولا بيزا ولا اي حاجة من الحاجات المنبكة دي. ايه رأيك? احنا كوكب واضح. وصريح. ولا مش بنكذب ولا بنوف. وجميل خالص. ولا بننصب على حد. وشطرين. وافعلنا زي دستول الحياة زي مبيقوا. ووعين. ايه. ومثقفين. صح. وبنعمل كل حاجة حلوة حلوة حلوة. بالزبط. وبنكسفش حد. خالص. وبنزعلش حد. ليهيه? وبنهزقش حد. لأ. بس انا ممكن اهزق حد لهو. حد دايقني يعني. بس مش بهزقه اشتمه لأ. اه. بعرفه غلطه. اه. مش بهزقه يعني اشتم وزعه. بس مش تصبح عشان خطر رمضان وخصائبين. اه. اه. خليه بعد المغرب. التهزيق ده بعد المغرب. يا فانوس مش بهزقه. بعرفه غلطه. تضربيه يعني او بتعمل له يعني. انا اضربش. انا اضربش خالص. ايه? بتزغزغي? يعني قولي لي انت بتعملي في ايه? قبل الفطار ولا بعد الفطار? حدده موقفك. بس بالرغم من كل اللي انا بعمله ده ساعات الانسان بيتعصب فجأة. لازم بقى صاحب قرار. موقف. مم. ساعات الانسان بيتعصب فجأة بس لازم تدرب نفسك على انك تقلل من العصبية بتاعت. دي عايزة تدريب. مم. بنتدرب سبعة ايام في سبعة ايام في سبعة ايام. اي حد يا فانوس يعمل لك موقف اي دايقك. قعد كده ساكت ما تتكلمش. ازاي. سبعة ايام. تبرمج عقلك اللواعي ان انت متردش عليه. واخد حقق انت. يعني هو يضربني دلوقتي. واقل استمل عقالبك بعد سبعة ايام. يا فانوس. انت لسا تتكلم. انت لسا تتكلم. اقول استمالي. استمالي على مش اخد حقق. يا فانوس. انت لسا تتكلم على التسامح يا ابني. في لحظتها لازم اتديله على افاها على طوح. فين التسامح بقى يا فانوس? انا صاحب مدى او موقف اتديله على افاها. القرائب في الحرقة يا فانوس. يعني يا فروس بس. منك لله يا بنورة عينك في الاكل. منك لله يا بنورة. بنورة طبعا بنورة. اه. هي يعني مش اتحلقت قوي يعني. زي بلها بتلبنح على هالها عشان تجيني. يعني هي نص حلوة ونص محرورة. ربنا يسطر على مال النص التاني بيتحرك. ما تقلقش ما تقلقش. اه. نرجع لموضوعنا. قول. يعني هو دلوقتي واحد يضيقني وازعالي. مم. ومنسحوش على قفاك كده. استنى علي اصبوع. ليه? عند ربنا بقى. الشابين قال الفعف واصفح. ده اصبوع اقول انا شفت غيره وضربت غيره. يعني انا كل انا ضربت الشرق كله. العفو يا فانوس. العفو بلاش الصفح. انت متعرفش الصفح ده اعلى من العفو. خلينا في العفو ده. اولا بقابل كم واحد في الشغل طول النهار يضيقوني. والله باستنوني بعد اسبوع. بعد مقبض المرتب. اولا انا عملت شوية قطايف كده الفانوس مع انه ما يستهلش. بس يلا. هلا ماستهلش? يعني عشان انت يا فانوس. ايوه. بتقول كلام النهاردة مش عارفة مالك. كلام ايه? انا بفكر معاك في كوكبك. بتنغشني ليه? استانا بقى احنا هنحط القطايف في الشرباط. بس لازم الشرباط يبقى ايه? اه سائع مش يبقى سخن. يبقى احبر. لان ده سخن وده سخن ما ينفعش يتحطه على بعض. اه. لازم واحد سائع وواحد سخن. عشان ما يعجنوش. جديدة دي جديدة. دي مش جديدة دي معروفة. بالنسبالة لجديدة. اه بالنسبالة. اه انت لو حطيت دي وقت سخن مع سخن بقطايف سخنة والشرباط سخنة هيحصل هيبقى عجينة. اه. هيعجنو. فهمت? طيب لا يستر. طيب دلوقتي الاكل مش ربدي يستوي. هيستوي. اه. معنا تلات دقيقة فانوس والاكل مستويش. كل الاخبار بتاعتنا بتاعت النهاردة ومستويش. اه. ده يستوي على على رحة الاخبار بتاعتنا بتاعت النهاردة. مش عارفة في ايه النهاردة? اه دي? اه دي الجلاشة استوي شوية. الله. لسه بقى ايه? الله. المكارونة. هنحاول نسويها هنسويها يعني. سوي المكارونة. سوي المكارونة. سوي المكارونة. هنحاول. هنحاول. انا بقى احط القطايف عشان الوقت. احطها في السيرب. وطلعها على طول. ماشي? ده قلت ليش طحية. اه. ايه احلى فوازير حبتيها في رمضان? فوازير شريهان. ونيلي. ونيلي طبعا. وصامير غانب وفطوطة. اه طبعا اكيد. بس احلى حاجة كانت بتعجبك ايه في الفوازير? اه? كنت بتستفدي بالها ايه? كان بتعملك ايه? احلى حاجة? اه بصراحة بصراحة. اه عم فؤاد. ليه يا عم فؤاد? مش عارف كنت بحب فوازيره برضا. يعني كانت اه فيها فكرة كده. وبجو طمطم وحش. لأ حلو بس طمطم دي مش فوازير. ولا بكر عشان اغبق شوية. يا ابني انا بتكلم عن فوازير. خليك ملصفة بقى. بقى احلى اقول لفوازير. فوازير. دي فوازير. اه يعني يعني هو كان اللي عجبك شرهين. اه صراحة انا بحب شرهين. انا كنت بحب نيلي قوي. ونيلي جميلة برضو انا بحبها مش هقولك انها وحشة. طب والمسلسل اللي كان بيعجبك ايه? مسلسل زئاب الجبل. يا ساطر يا رب. يعني لنت تسكوت كل ده وتطلعيلي بالزئاب وبالجبل وبالوحوش. بص بقى احنا طلعنا الجلاش وطلعنا القطايف الحمد لله خلصوا على خير. لسه ايه? دي السك المكارونا شكلها يعني ايه? هتطول شوية معنا. فيش مشاكل. مكارونا في عصر الكورونا. مم. بس اين الجمال ده? اين الجمال اللي بتعمله? انا على لصائب. انا على لصائب. انا على لصائب دلوقتي. واعمال الجلبية. اه الجلبية. وتحتها وتحتها ببيونة. انا عايزة لبت زيت كده ان شاء الله. الحلقة الجاية. انت خدت لابسة كده في يوم شام النصير. شفت ازاي العربي اللي انا لبسته في الحلقة اللي فاتت? الاسود. اللي هو بتاع ان احنا غرابة عدم. الاسود. ايه? الاسود. واول يوم ربضان. حراب عليك. مش انت لسه ايه اللي بيصير نهاردة في الحلقة بتاعت الارهابيين. انا قلت خبرة ربضانية. طيب ماشي. فيل الخبرة ربضانية? ماشي يا فانو. قلت لك انا لو لبست ازاي ده النهاردة. بتكلم عن الارهاب يفتكروني من داعش. خلاص. ممكن تاخد ستارة من ده. تخب وراها. خبرة ربضانية. ماشي يا فانو. احنا دلوقتي مستنين المكارونة. لما وشها يتحمر. وانت اللقاء. ماشي يا فانوش. انا هوليك بس بعد الحلقة مش هخنقك قدام النزل وقت. بعد الحلقة. بعد ما اكل. طيب. استل علي. استل علي علي. استل علي علي. مش انت قلت هتصبحيني سبعة ايام? سبعة ايام مش هرد على اي حد بيزعب. يعني انا عامل كل اللي انا عايزه دلوقتي. عشان ابرمج عقلي اللي وين انا متعصدش. يعني اعمل كل اللي انا دلوقتي فالله. لا مش تقدر تاخد الاكل. نهي مش اكلي? انا عزماني عنين ده هرده? انا عزمك على القطيف. لا قطيف بس والقبائي. اه. طب اللي هاكل الحلو بس ده هرده. لازم اكل العكل ووراء قطيف. معلش يا فانوش. عشان طبعا وجبك عملة من كوكم الارض. طيب ماشي. مش من كوكم اخر. حاضر يا فانوش. لو كوكم اخرك كان هيبقى صحي. حاضر. خالص. كنت لكم خاص. لكن دلوقتي الكوكم الارض مليان من الهبر سيب الهبر دي كلهاtre. انا احل السؤال يا فانوش. لأ! لا! هحله. لأ! هقوله. لا! ليه? لا ما. لا ما ليه. انا عايز حد في المشاهدين وهو يحل. المشاهدين نايمين. احنا بنفكر في السؤال وهم عليهم الاجابة. المشاهدين دلوقتي نايمين. لا لا احنا كده طيب احن كك toolbox اخر كده احنا الكوكم طبع. بنقول السؤال والاجابة? لا احنا عايزينهم عمش هلكولا. احنا نقول السؤال وهو ما يقولوا يجاب عشان ياخدوا هلحضر لهم حاجة حلوة. ممكن اللي اكلهم القطيف دي? انا عايزة الشوافة نص بعيفة شوية ولا ايه? ناكلهم القطيف اللي اجابوا على الحلقة. اه. اللي اجابوا على الحلقة. ممكن يجي معنا اضيف الحلقة الجاية ونأكله. بس بشرط. مش عامل الحلقة الجاية اعمل كنافة ولا اعمل ايه? مش عامل كنافة. بس لي يا شرط. زي ما القطيف هتطلع هيكونها هيكونها غزب العلم. طيب هو وضع ان الوقت اقرب يخلص. اه. وخنافة لسه. اه. القصدي المكروب بشاميلة لسه بتستوي. اه. فشكلنا كده مش هنطلحها. يبقى الخليها يبقى انا وانظري كده عامل ازاي يا فانوس. وحش خالص يا رفا. حالسيني. وحش خالص خالص. فضح طينا. فضح طينا. بعد اكلها دي كلها. احنا هنطلحها بس هنطلحها لسه والشاعة عايز يتحمل. بعد بلس تنابي يعني بعد الفطر والله. هم عاليش وقت الحلقة. وقت الحلقة ايه بتاع انا عايز اكل دلوقتي اخد الاكل معايا. هنطلحها ازاي بس كده بقى. اه زوال الولاية دلوقتي قاعدة تحت السلم. هي لسه لسه يجي. لبا هدوبها قاعدة تحت السلم دلوقتي. هي لسه وشها هي اه يتحمل. لأ لأ حاسب بس ده. وارد بس اشوف هتطبل بس. وشها هيتحمل. ايوة. احنا هنحطها بس كده دلوقتي مع الاكل بتاعنا. ايوة. نحمر الوش بتاعها. احنا عادة في الفرن حوالي روبع ساعة نص ساعة كمان. بس عشان وقت الحلقة فمش هتلحق تتحمل. وبالهانة وشفها. هتاكل الاكل ده كله يا فانوس. انت بصالف الاكل والله ايه? انا مش بصالك ولا حاجة انا صالك. مش كيف هيها اكله كده وهو بخلبة خالص? لا ده جميل والله اكل جميل. الصالك كريم في رمضان بقول على اي حاجة حلوة. بس هن زبط المقرونة. اي اركان دع الاكلة بقول عليها حلوة. مش خاطرة وضال. طيب يا فانوس. هنختم? لا. نرجحها بقى الفرن. نرجحها الفرن. حسن ايه? تستوي شوية. تستوي شوية. نحن ننخلص خالص. ومعصافير بطل اللي عملها تصوصة وتصوصة وتصوصة وبستليها الاكل. ماشي يا فانوس. شكرا اعزائي المشاهدين لحسن استماعكو. الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب اخر. باي باي. باي. باي.